طيب إحنا لو عايزين إزاي نرب أولادنا بطريقة خليهم وثقين من نفسهم يعني سبتين رسخين أوقات بنعمل حاجة غلط وسحات بنعمل ونسيب غلط ونروح لغلط تاني أوقات بننفخ في زوات أولادنا ونبلغ فيهم ونمدحهم وندللهم ونعظم الأنا فيهم أنا ابني مفيش واحد زيه في الدنيا ليه هو ابنك كان مين يعني ولا ابنك كان مين ابنك عبد لله وانت كمان عبد لله وانت أمان لله وهو وانت كمان عبد لله يبقى بلاش الطريقة دي الطريقة دي مش هتخليه يسخ بنفسه فيحصل للأولاد زواتهم تتضخم ويتربوا أن كل حاجة بيطلبوها لازم تتحقق لهم ولو ما تحققت لهمش يبقى عندهم مشكلة في حياتهم ويحصل لهم ترومة ولازم كل اللي حولهم يخدموا عليهم ولو ما خدموش عليهم يبقوا في الحقيقة بيرفضوهم يبقى ويربوا أولادهم على الفكرة دي ويتحول ربنا أنا أسف ويربوا أولادهم على كده فيبقى ربنا ساعتها بالنسبة لهم مش ربنا ربنا ساعتهم بيتحقق إلى محقق الآمال ولزيك شوف حضرت النبي كان بيربين مع ربنا إزاي؟ يقول لك يستجاب للمرء ما لم يعجل يقول وكيف يعجل يا رسول الله؟ قال يقول دعوته فلم يستجب ليه يبقى أنت على طول مع ربنا أنت مع ربنا عبد بتدعي ربنا وهو استجاب لك بس مش أنت اللي بتدير الكون ولا أنت اللي بتدير القضية بينك وبربنا ده ربنا مش محقق الأمال ده ربنا بيربيك بيزكيك في المقابل بقى في صنف تاني من الناس في غاية السوق إيه اللي حاصل؟ ده الدباح للجلاد إيه اللي كل هو فاهم أنه أفضل طريقة لتربية الأولاد عشان يسقوا بنفسهم أنه لما ينتقدوا ويسخر منه ويعقبوا بلا رحمة الولد يثبت ولو أهانه والإهانة ما أثرتش فيه لكن خلته يتحمس ويعمل إيه اللي عليه؟ يبقى هو كده إيه اللي حاصل؟ يبقى هو كده بيربيه على الرجولة وعلى الجدعانة وما يعرفش أنه كل مرة بينتقدوا أو كل مرة بيكربجوا الكربج ده بييجي على قلبه والصنف ده من الناس اللي قاله على حضرت النبي ماذا أفعل إذا كان الله قد نزع الرحمة من قلبك ودولة بقى بيفهموا أن ربنا متربس بيهم طب بيفهموا أن ربنا متربس بيهم ليه؟ إذا كان بابا وماما إلا أنا بحبهم متربسين بي وهم السلطة اللي علي يبقى ربنا كمان متربس بيه فيفهموا أن ربنا هو الإله المتربس فيفهموا أن ربنا متربس بيهم على طول وذلك بيطلعوا هم عايزين يعيشوا حياتهم زي ما هم بعد ما يخرجوا من سلطة أباهم وأمهاتهم بما في ذلك يخرجوا من سلطة ربنا لكن أسهل طريقة ممكن أبني الثقة فيها في ابني هو أن أنا أعرفه حياته أنه عبد محبوب من ربنا مكرم عنده مقاصد هو مش مخلوق عبث هو لازم يعرف حتى لو هو بيشرب كباية المية أن ربنا مدهاله وفيه رسالة وفيه معنى ربنا ميخل المية دي تبقى حلوة علشان هو يشربها فيحب ربنا فأول حاجة لازم نربيها الأولادنا لو عايزينهم يسقوا بنفسهم أن احنا نعلمهم أن هم محبوبين من ربنا ربنا بيحبهم تاني حاجة أن هم مش مخلوقين عبث هو مخلوقين عشان ثلاث مقاصد اللي احنا طول الوقت بنتكلم عنها وعلى فكرة نفضل نتكلم عنها عشان جي ناس اللي رح مخلين أولادنا يتربوا على أنهم بيعبدوا ربنا بس ففهموا أن ربنا عبدنا عشان مصلحته والعيازه بالله لا صحيح هو ما خلقته لجنة والإنساء إلا ليعبدونه دي حقيقة بس ربنا كمان خلقنا عشان العمران عشان الإنسان يضيف قيمة في حياة الناس وفي حياته وكمان ربنا بخلقنا عشان التسكية عشان نترقى ما ينفعش الواحد فينا يبقى ربنا فتح له الباب عشان يبقى من الناس ومن الكرام فهو يهين نفسه ويفسد ما بينه وبين ربنا لازم يترقى يبقى الحب اللي بنحققه بالعبادة والعمران والتسكية وإن ربنا سبحانه وتعالى خلقنا وفي نعم كتيرة ومهارات كتيرة ومدد لا ينقطع فانساعد أولادنا وكمان نساعد تلاميذنا إنهم يعرفوا نفسه ويقدروا نعمة ربنا سبحانه وتعالى عليهم وإن النعمة دي كما أنها تشكل وجدانهم بتشكل العلاقة بينهم بين ربنا وهي علاقة الحب إن ربنا عمره ما سابهم فيبقى هو شكله وهو عبد حلو في عينه وشكله هو عنده مهارة جميل في أحسن صورة مشاء ركبك فيحس إن هو عنده مهارات دي وفي أنفسكم أفلاته بصرون فدرب ابني على إنه يبص في نفسه فيلاقي مهارات كتيرة ونعم كتيرة فيحب ربنا ويزدد ثقة في الله أولا ويستد ثبات لإنه حاسس إنه ممدود ونساعدهم إنهم يستثمروا مهاراتهم دي في أنشطة حياتية كتير ونعلمهم إن تقدير النجاحات الصغيرة هي اللي بتخليه شخص متزن ويقدر يوصل للنجاحات الكبيرة ويقدر عطية ربنا ويقدر التوفيق اللي ربنا وفقه له ويعرفوا إنه هم مش ملايكة بيلا عليكم بلاش تحسسوا أولادكم إنه هم المفروض يبقوا ملايكة ملايكة يعني ما يغلطوش لا أعرفوا أولادكم إنه هم عباد لله بيجربوا وكل ما يجرب ويخطئ ويستطيع إنه يعرف خطأه ويستطيع يحسن من نفسه دي مرحلة وخطوة تجاه السبات وتجاه الثقة بالنفس وإن الخطأ فرصة للتعلم والنمو الخطأ مش نهاية العالم الخطأ مش معناه فشل الخطأ معناه أنني أحتاج لمزيد من التعلم ومزيد من الفهم يبقى الفشل الحقيقي إن أنا ما استثمرش وما استمرش في العمل أنا لو استمرتش لو استمرت في العلم والعمل أنا ما فشلتش أنا أتفتح لي باب جديد عشان حياتي تبقى أحسن وإحنا بنتعامل مع أولادنا لازم مبدأ مع الثلاث مبادئ اللي ذكرناهم قبل كده مبدأ أساسي لابد إن أنا أثق فيهم كبن أدمين وإن هما مش ملايك ولازم يحسوا بإن أنا متقبلهم على إن هما بشر ونازم نازق فيهم إن هما ناس بيحاولوا من حقهم ينجحوا من حقهم يفشلوا مش إنهم ما يغلطوش هما صادقين في محاولتهم فما تمنعوش الصادقين إن هما يعيشوا ويتعلموا ويفهموا بالعكس حضرة النبي صلى الله عليه وسلم كان بيعلم الناس ويكرس فيهم ده اسمع حضرة النبي وشوف وصف تربية حضرة النبي سيدة ستنا أم أم أنس حبت ترببناها فيروح فين يعيش في بيئة الجمال كله والحلاوة كلها بيئة حضرة النبي فتروح وديها لحضرة النبي وهو مش عبد هو حر فيقول خدمت رسول الله عشر سنين فلم يقل لي لشيء فعلته لما فعلته ولا لشيء تركته لما تركته حتى تأمل زمن طويل وأنا عارف أن فيه ناس كتير اللي لم تسمع حديث سيدنا أنس بيقولوا شوف رحمة حضرة النبي لا لا أنا كمان بقول شوف تربية حضرة النبي تربية حضرة النبي إن ده شاء طفل وعايز ينتقل إلى مرحلة وهو في مرحلة المراهقة من حق أنه يجرب فلم يقل له لشيء لما فعلته ولا لشيء انتركته لأنه من حق يحاول ترجمة نانسي قنقر